أنت حمستنا جداً بس خلينا نروح نشوف البرومو على البرنامج ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم لو عايز توصل هتوصل من غير ما تدور ولا تتعب كل الطرق هتوصلها كل الأماكن هتوديه وكل الناس هيدلوه من طاع حسين لسيد درويش لنجيب محفوظ لساميرا موسى لجمال شندان لكل ابن من ولادها أو بنت من بناتها مفيش مطربة هتيجي زي أم كتسون علشان مفيش حد هيمور بنفس التجارب اللي مرت بيه جسر من بين الثقافة العربية والثقافة الغربية خلق فن الأوبريت المصرح هي كده روحها في نسبة سيرتها في أماكنها هو صورة تبقى الأصل من أبرا ميلان البحارة مركز أساسي جدا في عالم نجيب محفوظ ومن هنا صنعت تاريخها وحكيت أجمل حكاياتها على مر الزمن حتى من فصلية في طريق مصر كانت مرحلة عظيمة جدا 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 هي التي أطلق عليها المصر الحديثة عشان كده عنوانها ما يتوهش أبدا لأنه ببساطة العنوان مصر العنوان مصر مع محمود شرف بدءا من الخميس السابع من نوفمبر على قناة مصر الأولى أستاذ محمود الحياة النوسى في التوقعات هالي جدا جميعا